على فكرة اليوم حرقتنا كتير مميزة مش فيه أنا ببداية كنت عم بقله لنا نادر شو هن الألوان وقديش هم مهمين الألوان على فكرة اليوم راح نحكي عن الألوان والموضة بالألوان بس كمانا بالآخر قديش والألوان ترمز على أشياء كتير لما منلبسها وأول شي منلاحظ أنه بعالم الموضة وحتى بحياتنا اليومية اللي هي ويدرس تو إمبرس ويدرس تو إكسبرس إكسبرس يعني كل شي منلبسه بنعبر فيه فيه ببعض الألوان من ناحية الألوان فيه من ناحية السلوغنز يلي مؤخراً عم نشوفها بس اليوم راح فقد أكتر بعمق بالألوان ومنلاحظ بعد حجر مدة سنتين بالكورونا وكل الوقت قاعدين لبسين البيجاما بنقص بيجاما عبكرة أنا كنت بل بس نفس الخروج وقعد في البيت كذلك مكلا يد أنا هيك كنت على فكرة أنا هيك كنت أعمل كل يوم عبقرة وحتفوت قوم أعمل ميكا في ضبط شعراتي وهيك إنو هتحس نفسي تكون أحسن وحتى هلأ ما يحس شوية مع الأوميكرون وهيك عم ترجع هالأيام شوية لكم النهار نقعد بالبيت بس عالم الموضة مؤخراً بده يبعد كلياً عن الحزن وهيك والإشياء اللي قاعدين وفي كتير ناس فات الدبريشن وبقى تعد بأيام كتير بشعة خاصة الأشخاص يدي مرضو وهيكي بس لكن عالم الموضة بده يأكس الإيجابية والحيوية حوالينا من هيكي منلاحظ إنو الألوان ووين ما كان كتوتلك الألوان المطبع لكتير بطريقة مميزة وهيدا الشي كلياته رسالة لقلنا كلياتنا اللي هي الإيجابية وين ما كان بس نبتدي باللون الأسود اللون الأسود أنا لون المفضل اللي هو بيدل عن القلاقة رفاهية والقوة بنفس الوقت وبحب ذكر إنو اللون الأسود بضاعف كمان نرجع من التال للون الأبيض اللون الأبيض بيدل على التفاقل وأكيد الإيجابية بطريقة كتير مميزة وكتير محلة اللون الأحمر مثل ما بيقولوا بالفرنسي اللون الأحمر بيشذوب وهو كمان بيدل عن الإحساس عن الحب وعن الشغف وكمان القوة مثل الأسود من بعدها لون الأزرق والأزرق المخضر البلو البلو جرين مثل هون كمان يبسين البلو هو اللي بيخلي الناس تحس بالراحة وبالإيجابية بنفس الوقت أنا شو جاية أعمل اليوم؟ تعطينا الإيجابية تعطينا الإيجابية رايح كونوا أعطيكم إيجابية كالسة اللون الأخضر الغامة والبنة شوكولات بيعطوا القوة والدفء وكمان الاستقرار وبعدين اللون الزهر لون المفضل بيئة وهو يقولون لفيون غوز الحيات باللون الزهرية اللون الزهر يعطي النعومة والسهل بالتعامل مع العالم وكمان جذبية من هكا لون شعري أصبح زهر عطول اللون البربل اللون البربل الأرجواني هو لون ملوكي وكمان بدل عن شخصية سحرة لما الواحد يعتمد للبربل بيعطي شخصية سحرة ومميزة من هكا ملاحظ بالفيري تيلز كانوا كتير منلاحظ لون البربل نرجع للون السيرفر المتالك اللي هو كتير درج مؤخرا بس كمان بيضل عن المغامرة وعلى الاهتمام الزائد للحياة من هكا ملاحظ بالأفلام الفتوريستيك ينقق كل شي متالك من هكا لأنه بالجراء بالاستكشاف الأشياء المميزة وكمان اللون الدهبي اللون الدهبي اللي نقيته كل ييته سحر وكاريزم الله لما الواحد يعتمد للون الدهبي يعني بدنا ننزه ونصحر كل العالم من حوالينا دهبي دهبي فوق ملا اثنين دهب دهب بعدين منجي للون الرمادي اللون الرمادي على فكرة هو لون حيادي بس بفترة التسعينيات أصبح نيو بلاك بس تعافش هو نيو بلاك هلا ليه بقى لون الأحمر بس ما احدا منا لابس أحمر اليوم بس اللون الأحمر بنعد نيو بلاك لهالموسم هلا موسم إذا بدنا نكون على الموضة واللون الرمادي هو بيعاد بيعاد السئة بالنفس وكمان كتير صوفيستيكيتد لما بتجيه للتعبير من هيك لما منجح للتسعينيات التسعينيات كانت فترة كتير مميزة وهيد الفترة عميشة أكتر وأكتر يعني سمحولي أعبر أنه عن جد هادية سنه هي فاشن آيكون لأنا لابسة جاكت فيها كميرا وكما ليس كل شيء وبدأت شكر على فكرة أحسين لأنه أحسين بزازا المصمم هو معروف بالألوان بالآخر قلت له ليك اليوم عندي حلقة ألوان شو تنقيله ودغري قلبي اختياره خاصة اللي فيها زهر هايدي لابتعكس على شخصيتي لابي أغوز أوكي مؤيد بفتكر أنت كمان حدا كتير ستايلش ما فيما ننسى هيدا الشيء ونادر يعني أنا جاي عم بشكر الكل وحب الكل شوفوا على حلقة كتير بزازا عم جاي بلا